اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما في مشاركة سياسية ما في تنمية على كده شالوا السلاح على مدى سنوات دي كلها شالوا السلاح يعني كانت في اهداف سياسية في المقام الاول رغم بساطة الطرح من الناحية الادولوجية والناحية الفكرية المعمقة فبعد ذاك خشت المعارك العسكرية ودورة المعارك العسكرية لفترة طويلة جدا وتدولت القضية حتى وحصل فيها النزوح واللجوه لكن الهدف الاساسي في كيف انه الدولة السودانية المعالجة الاختلالات اللي تمت منذ الاستقلال حتى الان وكان عبر السلاح لانه ما كان فيه طريقة اخرى عشان يسمعوا صوتهم عشان كده يعني هم حتى هؤلاء الشباب عندما انطلقت السورة طبعا انطلق العمل المسلح بعد ذاك حتى تكون العمل السياسي السلام ده كان واحد من اولوياتهم وبدت حتى العملية بتاعت السلام والبحث عن السلام بدت مبكرا جدا يعني العمل العسكرية بدت من 2000 تطور في 2001 و2002 بلق قمته في 2003 في 2003 بدت الحوار مع الحكومة السودانية بدت بمشاورات في ابشير تبعتها انجمينة ثم ابوجة ثم الدوحة فكله كان فيه بحثا عن السلام السلام المنشوط في انه الدولة دي تكون دولة بتاعت مواطنة انت قلت تحاية سيد روزين نحا اوقفت يعني العمل المسلح سبغ العمل السياسي نعم ما شايف انه الاسباقية دي ممكن تكون لحد ما تدخل الناس في دارج جهنمية وصف بالعمالة لا ما هم ديال الشباب يعني انا لو حكيت لك انه القصة دي بدت بدت بال17 من الشباب 17 شخص فقط يعني شباب صغر حتى في العمر في عشريناتهم وفي جزء حتى في في 18 شراط وديلنا من بدو حسوا انه لانه الدولة السودانية كانت غائبة تماما من الاطراف وخاصة في دارفور وبفهمهم البسيط بتفكيرهم البسيط في انه يوعي هذه الدولة انه يا اخي السودان ده كبير ولازم تستمع لكل الاطراف ما كانوا حتى خاتين في رأسهم ان القصة دي ممكن تكبر للحجم الوصلته والحركات الآن بالزخم الموجودة لكن في نهاية الامر احيانا البندقية تسبق الفكرة لكن هي الجزور بتاعت المشكلة البزور بتاعت الازمة كانت موجودة لهؤلاء الشباب عشان كده انطلقت القصة وبيت كبيرة يعني تاريخيا اول حركة طلعت هي العدوى المساواة لا اول حركة الشباب السبعة عشر ديل طبعا هما في البداية كانوا ما مسيسين بدوا كان عندهم اتصالات مع التحالف الفيدرالي لكن لانه هما طبعا منطقة انطلاقتهم كانت في جبل مرة صعدوا لجبل مرة فخافوا من البداية انه بالعدد البسيط يعلنوا عمل سياسي فكانوا في اطار انه يعني حماية ذاتية للمواطنين والماشي وكده لكن ضربت قولوه في الفين وثلاثة اعلنوا بعد ذلك بالمرحلة الاولى اعلنوا هجبها التحرير دارفور بالمرحلة الاولى اي لكن طوالي استدركوا الخطأ لانه زي ما قلت العمل العسكري سبق العمل السياسي استدركوا الخطأ في انه لكن هو للسودان كله فجاي الاسم حركة تحرير السودان الناس يسألون مرة يقول لك حركة تحرير السودان تحرير السودان من منهم تحرير السودان هو تحرير المفاهيم والعقلية اللي حكمت البلد ليس تحرير البلد من جهة معينة لكن من المفاهيم والافكار المغلقة في انه هناك مركز غابط وفي اطراف والاطراف انا ما نقولها ما بقصد الغرب ولا دارفور لكن كل السودان بكل اطراف السودان اعلنوا مرة في القضايا السياسية نعم عدم الانتباه للتسميات يعني هو درجات التهميش مختلفة انا داين بضرب مثل يعني في قضايا بتاعت النوبيين في قضايا بتاعت الثقافة النوبية في قضايا بتاعت المناصير بتاعة التعويضات بتاعة الأراضي نزع الأراضي في الشرك في قضايا بتاعة التحميس اقتصادي ثقافي يعني الشباب الف مشاكل اقتصادية كبيرة جدا نعم لكن برضو إذا جينا من ناحية تانية يعني مثلا الطرق لدارفور حتى الآن الطريق وصل ممكن قبل أربعة أو خمسة سنة ولسا في مناطق لسا ما مشاهد طريق يعني يزل الآن بين الفاشر ونيالة مثلا يعني اتنين حاضرات كبيرة في السودان ما بيناطقهم طريق مسافلة مربوط في مناطق في سودان تلقى في مسارات مساريا للطريق واحد طبعا تبعد ذلك وجودك كوزير في الحكومة الاتحادية خلت تعاني الصورة بشكل مختلف نعم الده بيقول نالي نقطة مهمة جدا أستاذ نهار يعني كثرة الحركات في تقديرك هل هي برضو أضعفة القضية يعني مرات الكثرة دي عندنا إيجابية كان عندنا سلبية تانية أضعفة القضية يعني أنه يعني لما تكون حركة حركتين ما زال بتكون منطقية لكن أكتر من خمسة حركات بيظهر في سؤال واستفهام كبير جدا للمراغب إشتان العام السوداني هل كل هذه الحركات صغب قضايا حقيقية؟ والله أشوف أنا عشان أكون صريح معك صحيح هي الحركات بدت حركة تحرير السودان وبعد ذلك تبعت حركة العدل المساوبة وكتب ليس ببعيد عنها لكن بعد ذلك يعني الجزء كبير ساهم في انشقاء هذه الحركات للعدد الكبير يعني الجزء برضو الخلافات الشخصية وعدم يعني قدرة على إدارة الخلافات الشخصية والمشكلة دي ما بتعاني منها الحركات بس كذي ما تعرف تماما أخي أنه حتى كل الحزاب السودانية القديمة والحديثة كلها بتعاني من الانشقاجات لكن الحاصل في الحركات أيضا يعني ما ننسى أنه في فترة من الفترات الحركات أيضا بالمقابل طبعا في الحكومة السودانية أي أن كان الحزب فيها بحاول أنه مالت للسلام بحاول أنه استميلة فحصلت برضو لكن في نهاية الأمر أنا أتفك معك تماما في أنه وكثرة الحركات أثرت كثير جدا في التقدم بالقضية عشان كده سلم أي محاولة للتوحد هذه الحركات في أجسام كبيرة بتكون جيدة يعني ندوله نموذج الحركة الشعبية نعم حركة الشعبية حركة السودان يتظلت حركة واحدة في 1983 لا هو حتى أرى حركة يعني إذا بدأنا التاريخ بتحركة حركة حركة الشعبية حركة السودان طبعا في التسيتينات ما بدأ بأنياني وان لا أكلم من 83 و80 أنا ما جايك أمانيا يتوب بعد ذلك بيقى الاتفاقية 72 بدأت أديس أبابا جيوزي فلاقو نعم لحد ما 83 نميرين ما نقسم الولايات ونطر من أجل جونجران جونجران كان جزء من الاتفاقية بتاعة أديس أبابا لكن طلع منها طلع منها لأنه بفتكر إن الحكومة غير جادة ومشى كوا من فصيل صغير بقدرته الكاريزمية بتاعته قدر يجميع الناس أصر حركة الشعبية لكن ظلت بالنسبة حتى للعالم من تليلة عشان أن العالم مرد عطف ومعك تليط عطف دولي لما تكون جسم واحد ما زي تكون كسام متفرقة أكيد أنا معك تماما شكرا زلت الحركة الشعبية وللتاريخ الحركة الشعبية الدعم دولي عالي جدا أيوة ده واحد من حاجات بتاعت القوة المرحوم جونجران حتى يعني الجزء منه في فصائل طلعتنا اسلاما كل ريك مشار جزء كبير من الفصائل يعني وانتو كيزوا من الحركات في لحظة من لحظات التاريخ وستاذ نهار يعني في تقديركم حصل لكم اتفاقات مع الحكومة السابقة حكومة اللينغاس وفي حركات وقعتوا يعني مننا انتو صحنا حركة مني انت كنت مدير مكتب مني ولكن مني ريع تعني ريع وغيركم أكثر من حركة فالجلسة بتاعتينه التفاهمات اللي بتحصل ما بين الحركات والحكومة وبيتكي الحركات بتاخد مناصب وزارية لكن يحصل خلاف وتريح تالي الحركات نعم شوف وطبعا في النهاية هي تقديرات سياسية يعني حركة تحرير السودان من وقعت على أبوجة وقعت بتقديرات السياسية وبعدها خرجت بتقديرات السياسية زي ما ذكرت أنا كنت مكتب الأخ مناوي بعد ما هو خرج يعني بتقديراتنا السياسية أنا مشيت العدل ومساواة أيضا مشيت اختلفت مع مناوي لما اختلفنا لكن هو مشى بتقديره وخرج من الاتفاقية وأنا أيضا بعد ذلك خرجتها وذهبت إلى العدل والمساواة لأسباب كثيرة يعني ممكن طرحها يجي في وقته لكن أشاهد في الأمر أنه العدل والمساواة بعد ذلك نمنجات وقعت المشكلة وين المشكلة في أنه التوقيعات اللي بتتم اللي ناسل في الحركات بيعرفوا أنه استمرارية العمل المسلح ممكن يعني بعد ذلك بكون خصما على العمل وعلى المواطن في دارفور القضية ما وصلت هي إذا تكلمنا عن الحركات في دارفور بذلك القضية وصلت والعالم كله عارف أنه في مشكلة وفي مظالم كبيرة جدا في دارفور بعد ذلك كيف أنه الناس تقدر تأخذ هذه الأمور لقدام يعني على سبيل المثال أنا لا أتوقع من الآن فصاعدا أنه تاني الناس تعاود القتال في دارفور صحيح حتى الآن لم يتم توقيع الاتفاق سلام لكن كل الأمور تشير إلا أنه حتى قضت الأخوان في الحركات حتى الآن حاملة للسلاح سوف يرجع للخرطوم ينشط العمل السياسي من داخل الخرطوم حتى إذا لم يتم توقيع الاتفاق سلام نهاي لأنه الشروط بتاعة المرحلة الآن تمكن يعني حتى لو ما ذلك كلام يمجدنا حتى لو ما قضت الحركات وصل الاتفاق سلام نعم يجي مرسل عمل السياسي من داخل الخرطوم نعم لأنه نحن مقبلين على دي فترة انتقالية فترة انتقالية محكومة بأجال معين يعني خلال طيب إذا كان المسألة بكل الأريحية دي يعني شو نلبي منع أنه ناس يوقع السلام كويس السلام الآن خطوات ناشة كويس جدا لكن السلام ده حتى نتوقع وعنت ما بيتوقع عن حركتك بس وعن نفسك في مجمع من الملفات الكثيرة يعني قسم على سبيل المسأل قضايا النازحين واللاجئين دي ما لم يتم الوصول فيها إلى تفاهمات ما بين الحركات الحاملة للسلاح والحكومة السودانية بتاعت اليوم الموجودة من الصعوبة جدا أنه كيف الناس دي يرجعوا لأراضيهم كيف يقدر يعيدوا حياة طبيعية كيف يعملوا لهم تنمية انت وستك حركة لما وقعتوا مع نظام الإنقاس القضايا دي ما نغشتوا نغشناه نحن ما وقعنا مع نظام الإنقاس نحن وقعنا مع الحكومة السودانية مع الحكومة السودانية القضايا ما تم المناقشة والليل الأخوان دي برضو حيوقع مع الحكومة السودانية ما تمت مناقشة تمت مناقشة وتم فيها اتفاق كامل اللي هو وثيقة الدوحة وكان في مراقبين نعم في أشياء مشت وفي أشياء لساق مشت يعني خضايا النازحين دي بزاعة دارية فانا نخطبهم جدا أنا شايفي نكون نتكلم عن خضايا النازحين هل خضايا النازحين ذكرت حقيقي بلعبو الناس والعبارة عن مباراة سياسية فقط ما تم التوقع بين الحركات والحكومة السودانية والصابق هل تم تحقيقه بقضايا النازحين يعني إنتو ذاتكم كحركات يعني في اتهام يا أستاذ نهار في منهم حركات نفسها بعد مجيات الخرطوم لست قضايا الأساسية والله هو طبعا ده أي شخص ممكن يحكم بالطريقة اللي دائرة لكن الشاهد في الأمر إنه هناك اتفاق موقع واتفاق دولي مشهود في هذا الاتفاق في محور كامل عن قضايا النازحين واللاجئين في كيف أن الناس دي يرجعوا عودة كريمة وبدت خطوات في هذا الأمر من خلال بناء قرى طوعية حاجات بتاعت التنمية الموجودة لكن الشرط الأساسي طبعا لكل هذه الأشياء عشان تكون واقع هو الأمن للأسف الأمن ما كان مستتب مية في المية هو دي واحدة واحدة ما كان مستتب من مينو لكن ما كويس ما في صراعة لسه دائر كان من بدقة الحركات بين الحركات والحكومة السودانية فعشان كده السلام عشان يكون مستدام هم وقف الحرب فقط لازم السلام يكون شامل كده مصري لازم كل الأخوان ديل يحامل للسلاح بأي شكل من الأشكال يكون جزء من التسوية السياسية الشاملة اللي بتفتح الطريق لأن السلام شيء هو وقف الحرب شيء تاني الحرب من يتقيف لكن ما يجي سلام نحنا دايرين سلام يوقف الحرب بعيد النازحين واللاجئين والنازحين واللاجئين ديل الشرط الأساسي اللي عودتهم هو الأمن والاستقرار الشرط الثاني العودتهم هو العملية بتاعت التنمية لان الناس دي الواحد ممكن 15-20 سنة الان بعيد من مناطقه كيف يرجع لمنطقة بيجت مهجورة كيف انه الدولة وديع عشان كده نحن بنحتاج لشركات حقيقيين من المجتمع الدولي في جينه لانه الحاجة دي الحكومة السودانية بتاعت عملها دي ناحية الناحية التانية اخواننا حامل السلاح حتى الان زي ما قلت لك انه هم ممكن الشروط الان بيجت موضوعية مختلفة يعني الان ما صحيح في قضايا بتاعت ترتيبات أمية مثلا في جيوش نازل عندهم جيوش في الخلق دي المحتاجين انه يدمجوهم في الجيش السوداني ما ممكن ترجع الجيوش دي ما لم توقع على اتفاقية السلام شامل لكن ممكن انت كحركة تمارس العمل السياسي وسط قواعدك لانه انت قدام استحقاك انتخابي خلال ثلاثة سنوات هتقضي الفترة دي كلها في التفاوض لا قدر الله إذا العملية طالت تشتغل شغلك السياسة التصاصل الفنية السيطرة على سهل لكن الكلام المهم الآن الحكومة الانتقالية أعلنت في الوثيقة الدستورية انه ستة شور الأولى نعم لملف السلام هل تقديرك انتهى هل هذه ستة شور الأولى كافية لداء السلام والله شوف إذا صدقت النواية القصة دي ممكن تاخد لا أسبوع ما كتر من أسبوع ذاته لأنه في نهاية إذا صدقت النواية نعم شنو معيقات شنو معيقات القصة دي يعني أنا دار المعيقات ما من الحكومة أنا دار المعيقات من دخل الحركات حركات ما فيها معيقات ما أجيب لك أنا معيقات خيالية ما فيها معيقات هي الآن جالسة في الطاولة التفاوضية جابت ملفات الحركات من كلها جابت ملفاتها رسلت وفود للنازحين واللاجئين عشان تستانس برأيهم برضو يكون جزء من الوفودة التفاوضية في قضايا بتاعت ارتبات أمنية في قضايا بتاعت نازحين واللاجئين في قضايا بتاعت ملفات بتاعت السرواء بتاعت السلطة الحركات ديه برضو ما هم شالين السلاح للمشاركة السياسية لازم يكون جزء من تجزال ولكنها ستكون لها جندة ما وحدة والله الآن وحدة من الأشياء هو الآن طبعا في جبهة سورية مظلة كبيرة ممكن فيها عدد كبير جدا من هذه الحركات حركة تحرير سودان قيادة الأخ مناوي حركة تجمع قوة تحرير دي بدون ثلاثة حركات بقيادة الأخ الطائر حجر وبرضو مجموعة جبريل إبراهيم وحركة تحرير سودان المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الدكتور الهادي يوس إدريس فدي مجموعة كبيرة يعني بلق كامل كده موجود في جيسي مواحد بالإضافة إلى المسار الثاني بتاع المنطقتين اللي فيه الحركة الشعبية بقيادة الأخ عبدالعز فكل الحركات معدل أخ عبدالواحد حمد نور حتى الآن خارج العملية السلمية موقف عبدالواحد ده بتسميوه شنو طيب هذا واحد من الموقف الموتشان موقف عبدالواحد بتسميوه شنو هذا الموقف هذا التعني والله يشوفي الأخ عبدالواحد قبل فترة قبل أيام طرح مبادرة إذا كان هو الجدي فيها أنا أفتكر أنها ممكن تكون مفتاح كبير للحال لأنه يجي من جوة الخرطوم هنا ويبدأ يشوف القضايا المطروحة لكن هذا لا يمنع في نهاية الأمر لازم يكون هناك في منبر لأنه في قضايا وجود وحده ما بكفي الأخ عبدالواحد في بعض الناس يعتبرون متعنت شديد وأنا أفتكر أن القضايا اللي كان طاريحا خلال 18-19 السنة الفاتت محلها طاولة التحاور طاولة التفاوط يعني القضايا دي ما بتحل تلقائيا الموضوع بتاع الحواكير الموضوع بتاع المستوطيطين الجدود ميليشيات الحياة دي كلها ما لم يكن في طرف تاني يتحاور معك عشان تصل فيه لنقاط ما بينفع فيها الكلام النظري والرفض هو أنا أقدر موقفه وأقدر نضالاته لكن الحياة دي تحتاج لعخصه وعطاءه مع الشركاء والآن الحكومة السودانية الموجودة بمكان العسكري والمدني فيها أعتقد أنه الأرضية صالحة والمناخ صالح جدا في أنه نص توصل إلى سنة يعني مرات الكلام يعني مثل سنطلت زغيرت نقطة مهمة في قضية عبد الواحد مثلا مرات الكلام والحركاء بيتتكلم عن أشياء قضايا هي ذاتة يعني غالبة الدولة المركزية يعني أنت ويتقلت في وم من اليام في جهاز التنفيذي غالبة الدولة المركزية في كل السودان مش في دار فوربرا نعم فإنت ما ممكن تتكلم عن نقطة هي أصدقال بالدول المركزية في كل السودان وتقلت عقدة في منشار في غليمة يعني دي برضو واحد من أشياء بتخلصها نفسها هل أن هذه الخارج حقيقة لقضية دارفور يعني انت برضو يا أستاذ نهار ما بتلغي أنه والله يا أخي في وجودني يعني أنا ماذا أرغب أتهم الناس بالعمالة لكن برضو داير يعني الحلقة دي واحدة من ميزات أنه نلقي ضو على استفامات في الشارع العام وننغش في في جو الحريات والله يشوف في الجصة بتاعت العمالة دي هي طبعا هي مطروحة من زمان الناس بتكلوا عن العمالة لكن هذه الحركات من خلفية نشأتها هي نشأت وجهدها كله كان جهد شعبي يعني حتى التشويين والحيات دي إما من الشعب إما في المعارك العسقرية لكن كمان في حركات عندنا سلاح تقيل جدا السلاح تقيل لكل وجه وجود قادة في دول غربية والله يشوف لا يلغي علاقاتهم بمخابرات بما هي أشياء نحسنين بما بداهجة يعني كلامي دي قاعد أقوله أنا من زمان خالص يعني أنا ذاتي كنت في دول أوروبية أنا كنت في الغرب أيضا موجود فترة طويلة جدا لكن بعد ذلك بعد الاتفاكة بتاعت السلام جيت السودان كنت في هولندا كنت في هولندا نعم لكن الزون من يتعصر بفتش له عن محل بتاع اللجوه محل بتاع حماية فدي ما أظنها إشكالية في حد ذاتها لكن هل حماية قابل فيك الحكومة الهولنبية؟ بالضبط نعم باعتباري أني اللاجي دخلت هولندا دخلت هولندا بطريقة واضحة وبعد ذلك تحصلت على اللجوه وقعدت في هولندا دخلت كلاجي سياسي نعم دخلت كلاجي سياسي والحمد لله يعني بكل الاحترام وجدته هناك وحتى ما وكنت بمارس عمل السياسي في إطار العمل الحركي نعم في هولندا فعشان كده الأخوان اللي الآن موجودين برا في إطار الحماية نفسهم يعني هم كانوا موجودين في أفريقيا كانوا موجودين في دول الجوار لكن بعد ذلك بالضغوطات سياسية من الحكومة السودانية اضطرطوا أنه يمشي بعيد فدي ما الإشكالية ما هنا الإشكالية في إنه القصة بتاعت العمالة دي دي شماعة نحن نفسك سودانيين بنحاول نعلق حاجاتنا في نظرية مؤامرة إنه في آخر بتعامر علينا مشاكلنا دي خلقناها نحن بنفسنا سواء مشاكل الأطراف مشاكل الحرب دي كلها نتيجة لعدم الدولة السودانية ما متوازنة منذ الاستقلال دي لو ما قعدنا واجهنا في وشة بشجاعة كاملة ما بنصل إذا قلنا دي مؤامرة من الجهة الفلانية ولا كده ما بنصل فعشان كده المطلوب في إنه الناس المرحلة الجاية بالزادة المرحلة أنا بفتكرة مهمة جدا لأنه زمان برضو حتى النظام الإنقاذ والدولة المطورة الوطنية ممكن يعني بيفتكرو إنه التكتيك في السلام دي واحدة من الإشكاليات يعني عشان كده ما توصلنا إلى السلام شامل في المنطقة بتاع الدارفور صحيح نرحنا جزء من الحركات جينا وقعنا لكن برضو كان في جزء للأخوان برة دي إذا ما تمت في المرحلة دي ونرحنا مفتكرة إنه دي مرحلة بتاعت الشعب السوداني في إنه يكون في سلام شامل يأخذ كل هذه المعطيات كل المناطق المناطق الثلاثة دارفور جينا وكردوفان والنيل الأزرق إذا ما أخذنا السلام بيكون ضيعنا فرصة تاريخية لأنه بعد ذلك من الصعوبة جدا إنه نجد إجماع من الشعب السوداني واحدة من القضايا الأساسية الشباب من أجلهم يعني رفعوا وضحوا وماتوا في إنه حرية سلام وعدالة ضلع أساسي حتى الآن لا أجد اهتمام كبير جدا خاصة من المكون المدني وقوة حرية والتغيير بالذات نهارا أنا أحطرح نقطة خطرة جدا وبرضو مستغلال لمزيد من الحرية والديموراطية في الحوار المهم ده معك المكون المكون القبل الدارفوري والصراع الموجود الآن والناس حقوا ما تدسل حقائك الصراع الموجود بين العرب والزرقة في دارفور ألاي هل هذا الصراع برضو يصحب عملية السلام وإذا تحقق السلام ألاي أخلق من دارفور كما حدث في جنوب السودان الآن ما نوجد بلصراعات بين الدينكا والنوير والشرق والله يشوف هتتكرر هذه التجربة المأساوية أنا أتكلم معك برضو بنفس الصراحة اللي أنت طلبتها وطبعا خلال المرحلة الفاتت خلال المرحلة بتعطي السراع في دارفور الحكومة جيشت ميليشيات في غالبة كانت من المكون العربي الحركات المسلحة في غالبة أنا ويقول كل لا كل هنا لا كل هنا في غالبة كان مرضو من مكونات من القبائل الأنذات الأصولة الأفريقية الآن نحن في مرحلة في أنه كيف كل هذه القوات وكل هذه يعني هم مواطنين سودانيين الميليشيات مواطنين سودانيين وحركات ميليشيات سودانية الحل الأمثل في هيكلة القوات المسلحة السودانية بما يضم كل هؤلاء الناس اللي ممكن يكون عندهم كفاءة وقدرة لأنه أثبتوا كفاءتهم الميدانية القصة دي هتفتح الطريق لأنه يشتغلوا مع بعض وتقدر تمسح المرارات لأنها حصلت حصلت مرارات وحصلت حجار لكن الآن الشعب السوداني ده وعي جدا في أنه يعني قوات لكن كمان السياسة دي لو ما لقيت لأرض خصبة مكان بتمشي ما دون نطهم جدا الحكومة وناس تناقش بواعي نعم هو صحيح ما هو طبعا حتى نحن الغين اللوم على الحكومة إنها لم تستطيع التعاون مع مشكلة دارفور أو زرعة فتير بتحفيتنا في دارفور لكن هذا الفتير لو لم يجد أرض خصبة اللي يشتعل لم يشتعل أكيد أكيد هو تشوف الأرض الخصبة بمكوينة فصار الصراع بدل ما يكون يعني محاولة كانت إشعال فتنة داخلية بدل يكون الصراع مع المركز في إنه كيف تحصل على الحقوق صار صراع هذه ما مرارات تاريخية موجودة أصلا يعني أي لكن تاريخية ما هي بس الحكومة لا لا ما في تاريخ بالمناسبة لا لا في مرارات تاريخية في مرارات تاريخية يعني حتى التسجيلات سوف لا لا دقيق أنا خليك أنا من دارفور أنا من دارفور على مرة القرون والعصور فيه تعايش سلمي كبير جدا بين كل مكوينة تارفور سواء عربية سواء أفريقية صحيح بتحصل حواجس هنا أو هناك بين القبيلة دي والقبيلة كل القبيلة حصد استعلاءات التاريخ موسيقى قاعدة موجود حصل الصراعات لكن على مرة التاريخ كان في تعايش تارفور دي عمرها مئات السنين العرب والزرق زي ما يسمون أنا متعايشين لا تعايش الفئة الغالبة السلطنة كان موسيقى من نصر لغنالفور كان موسيقى أبنالفور السلطنة كانت فور مشكلة والعرب مشكلة كانوا موجودين في فترة دي كل وعندهم مكهنتهم ما كان فيه استعلاء لا استعلاء عربي على القبيلة الأفريقية ولا فيه استعلاء أفريقي على القبيلة العربية القصة دي في خلال 30 سنة الفاتت والأكتر هي لأن الحياة دي بدت حتى قبل حكومة الإنقاذ بالمناسبة بدت التجيش بتاع الميليشيات قبل الإنقاذ بدت الديمقراطية التالت نعم أنا أتفق معاك أن القصة دي بدت قبل حتى الإنقاذ تجيش على حسنة القبائل بدت بالمراحل في الجنوب وبدت بالحاجات بتاع الميليشيات والقبائل العربية لكن أشاهد في الأمر أنه تاريخيا ما كانت فيه أرضية خاصة للحياة دي كانت عملية بتاع الكسب السياسي مؤقت وجات بنتائج كعبة جدا لكن الآن بانتفاء الأسباب وأيضا الفهم المتقدم الموجود الآن نعتقد أنه الحادث الحادث الحصل في الجنوب نعم حادث موسيب نعم لأن الحادث لأن الحادث نتعجل الكلام وفوض أنا يعني دار رقيف أنه تكون تأثير كلام يمين أنه يخصي التشهور إذا توفرت الإرادة وإذا توفرت السلام ممكن قصة تمشي لقد لكن واحد من مشكلة التعاني من الدولة السودانية بردو البحث عن السلام عطل استكمال هكذا الحكم يعني الآن مثل الولاء والبرلمان وكذا وذاته خلقت إشكال للحكومة المركزية في الخرطوم شوف وظهر رأسك في قصة الميزانية شوف يعني ما قدرح سوء موضوع الميزانية ما في برلمان ما في مجلسة شريعية هو شوف ما هو القصة من البداية ما أساسه كان بذاته ما صحح القوة بتاعت الحرية والتغيير هي ما فيها مكون عسكري ومكون مدني من البداية أقصوا المكون العسكري بتاعه وهم أساسيين أخوانا في الحركات المسلح أساسيين في إعلام الحرية والتغيير بل عكس يتكلمون عنه هم صاغوه فلما حصل الإقصاءات في المرحلة الأولى حاولوا يلحق القصة دي في أديس أباب وحاولوا يلحقها في الغاهرة لكن ما اتفقوا مشى المكون المدني وشكل الحكومة وشكل مجلس السيادة بدون أخذ رأي أخوانهم التانين أم شركة في القصة دي فالليلة برضو إذا هذا تمشي بنفس المستوى دار تشكل ولاة والناس أخوانا بتاع حركات المسلح بتكلم عن أنه الحرية والتغيير دار يشكل الولاد عشان دار يزول الانتخابات لأنه دار يسيطر على المراكز والولايات في المرحلة الانتخابية فحتى الآن فيه إجماع فيه إجماع على القادة العسكريين الموجودين الآن فيه إجماع عليهم لكن ما فيه إجماع على مكونات الحرية والتغيير الجناح المدني لأنه الجناح العسكري بعيد عنها في أنه الثورة دي إذا صحيح فيه ناس قادوها مع بعض قادوها المكوناع العسكري الثورة ما بدت في ديسمبر الدماء الغالي اتدفقت في ديسمبر دي استمرار لدماء خلال 20 سنة من الصراعات المسلحة للأطراف بمئات الآلاف بعشرات الآلاف من الشهداء اللي هم لحد ما وصلوا النظام ده لحد ديسمبر قد يوصل ديسمبر وصل قريب للانهيار لأنه ضربات تعدد عليه من الأطراف فكيف أنه ده كل الكلام ده يحصل وأنه المكون الأساسي العسكري عشان هو من الطرف ولا من بره تبعده تماما وده تشكل القصة دي إذا تشكلت أنا أفتكري أنها ستكون بارود بتاع انفجار وبرميل بتاع بجو بتاع التهاب للمشكلة كلها الناس تصبر السلام ده مش داله أولوية مفروض لحد الوقت ده الناس يكونوا توصلوا ما حاسوا إنه إنه فيه استراع برضو داخل الحكومة دي يعني ما بين إنه المجلس العسكري المجلس العسكري اللي هو ممثلين المجلس العسكري موجودين في السيادي اللي هم موجودين وبيقودوا مفوضة السلام بقوة دي ما بتخلك شد بينهم بين المدنيين هما يكوفل يعني واضح الحية دي يعني الغريب في الأمر أنا كنت أفتكر إنه مفترض المجلس العسكري هو يكون الأبعد مسافة مع من قوى المقوى لكن تضح إنه هو الأقرب أقرب لأنه أول حاجة أشوفه على أرض الواقع بيعرف هل لأنه القصة دي يعني توفرت عند السيد الفريق أول محمد حمدان بقلو نعم باحتبار أنه باحتبار أنه القصة دي في هاد ذاتها قدمت وفي نفس بقتها لدي بردو ممكن تكون واحدة بين المشكلات تخلي الحركات بردها ومريت تتعمل مع المكوين التالح أشوف بردها سيلحظوا حدين هو أشوف طبعا يعني الأخ الفريق هو أول محمد حمدان وما يبراه يعني الفريق الكباشي الفريق صلعطة ونحن طبعا بردو كحركات ممكن قاعدنا مع عام كتير عندهم إحساس بأنه بدون السلام دي البلد ما بتمشي لقدام أخواننا في الحرية وتغيير القصة دي بالنسبة ليهم ما مفهومة بنفس الفهم لأنه ديل هما على أرض الواقع خلال يضاقوا مرارة القصة يضاقوا عارفين تمنى تمنى المادي وتمنى المعنوي وتمنى النفسي وتمنى كل الحاجات دي عارفين عشان كده هما الدافعين في العملية بتاع السلام كان من باب أولى المكون المدني اللي هو الحرية والتغيير يكونوا في تحالف مع المكونات التانية بتاعاته المكونات العسكرية عشان يقدر يمشي لقدام لكن حصل العكس صار العسكريين أكثر تفاهم لهذا الأمر فده برضو ممكن يدفع لقدام العملية ما دام في طرف قوي جدا والقصة دي برضه بدون المكونات العسكري لذي ما كانت نجحت ما شعب القصة ممكن تعمل ربكة عند الحركات في شنور يعني أسا ترك في أنه هي بتتعامل مع مكونات الحكومة لكن المكونات ذاته ما متفق يعني كامده أنا برضو وجهته لأكثر منظيف في أنه اختلافات الحرية والتغيير نعم ومسراره على المشاركة في عملية السلام كطرف تالي دي مسألة ما كان مقبولة للحركات هم أساسا هم طرف الحكومة يعني طرف شكرا ما مقبولة ما في منطق يجيبك طرف الحكومة تحاول تفاوط ويتندق حكومة ويتندق حكومة أسلا ويتندق حكومة بسم الحكومة زيدة زلدة خليه صندوق بصرفتين هم جزء المجلس السيادي كونات الحرية التغيير المجلس الوزر كونات الحرية التغيير فهم دل بفضع عنهم نعم غير كده يعني حتى تحس أنه بحاول في جزء منهم أنا ما أقول كلهم في بعض منهم بحاول يضعوا متارس لهذه العملية السلمية يفتكرون أنه كعكا والناس بتاع الحركات المسلحة الموضوع أكبر من كده الموضوع أن الدولة السودانية مختلة منذ الاستقلال حتى الآن دي الفرصة التاريخية في أن السلام قضية السلام للفترة الويندوز النافذة المفتوحة دي الناس لو ما قدروا يصلوا فيها لحلول بنكون ضيعنا فرصة لأن فرصة ضيعنا قبل كده كتير الأكيكة ما في حاجة يا صد نهار يعني الكلام يعني في بعض القضايا زي الهوية بناء الدولة دي ما قضايا بتناقش في سلام دي ما دي قضايا دي هم دولة إذا كانت دولة السودانية دي هي من الاستقلال في 56 في أسا الآن 64 عام ما قدرت لنا توقيت لها سياغة أو سياغ للحكم تعد دولة السودانية أو سياغ للهوية هنفتكر أنه بيكون من استزاجة تماما أنك تناقش القضايا زي دي في تفاقيات سلام هو طبعا وإلا كنت ظهر متلجحي إذا نقول طبعا ما هو إذا تكلمنا بشكل واضح هم طبعا أخواننا في حركة تحرية السودان الحركة الشعبية تحرية السودان غطاء الاخر عبدالعي السحل هم بيطرحوا القضايا بتاعة شكل الدولة وكده أخواننا تانين في الجفة السورية والمسار بتاعة دارفور وغيره بيطرحوا هذه القضايا لكن طبعا المفهوم إنه دي قضايا كبيرة دي قضايا قومية إنه القضايا بتاعة علاقة الدين بالدولة صحيح يعني نحن كسودانيين معد بعد التجارب اللي قيناها ممكن نسمح بإنه الدين يكون جزء من العملية السياسية شعب السوداني ده شعب مسلم ومحافظ أول حاجة لكن ما دي الفضول أيوة شوف أنا جاييك في إنه شعب مسلم محافظ بيحافظ على دينه ما بيسمح لأي شخص عبر صندوق الاكتراع ولا غيره يلعب دينه ولا يفرض عليه قيم جديدة وغريبة والكلام ده نحن عايشين في شارع السوداني وعارفين الكلام ده تماما جدا شعب محافظ ففي بعض القضايا دائرة إجماع كبير يعني المؤتمر الدستوري ده مهم جدا في إنه كل قطاعة الشعب السوداني تجي تطرح راية بالشكل واضح جدا في القضايا المصيرية ظلت معلقة بما فيها الدستور علاقة الدين بالدولة الهوية المطور ده يكون بيتين هو مفروض يكون خلال الفترة الانتقالية لكن الناس دي الأخوان بعد التوقيع أو قبل التوقيع ماذا شوال بعد التوقيع نعم هو في نهاية يعني قبل نهاية الفترة الانتقالية نعم وبعد الفاصح نكمل كلامنا تماميون عزيزي المشاهدين بعد الفاصح مازيتو حضر ضيفي الأستاذ نهار واسمان نهار تابعونا متواصلنا ايزيزي المشاهدين مازيتو جدد الترحاب بكم وبضيفي الأستاذ نهار واسمان نهار الأمين السياسي لحركة العدو المساوس النهار يعني نرجح تاني لقصة السلام وتعدد مسارات التفاوط دي برضها فيها اشكال نعم والله هما فيها اشكال أنا ما شاء فيها اشكال لأنه أساسا إذا تكلمنا عن مسار الوسط وتكلمنا عن مسار الشمال والجماعة دي والأخوان دي كلهم كانوا جزء من الجفة السورية يعني ودي مواسيق واتفاقيات معاهم من بدري خالص وأنه في قضايا مطروحة وأنا قبل ذكرت لو خليت بالك فيه برضو مجموعة من القضايا يعني يعني زي قضايا المناصير وقضايا بتاعت النوبين بالإضافة للشركة يعني فيه قضايا في قضايا عن الهامش نعم وفي قضايا هنا حتى في الشمال هنا في الوسط هنا فيه قضايا بتاعت الكنابي وفي قضايا بتاعت مشاريع زراعية الكبرى وفيه مجموعة من الأشياء هي صحيح يعني المسارات دي بتختلف عن مسارات المسلحة وانت برضو قبل وخليت بالك برضو بتكلم عنه يعني التهميش ده درجات متفاوتة لكن السودان ده الوسط عنده قضاياه موجودة يعني ممكن تطرح عشان يتم تسليط الضوء عليها وبداية معالجته الشمال برضو نفس الشي الشرك نفس الشي فأنا أعتقد أنه يعني المسارات دي فيه الناس بيفتكروا أنه هاتهم هجو ده بمثل شنو يعني مسار الوسط لكن الزول ده 30 سنة كان جزء من العمل المعارض وفي قضايا هو طاريحة وهو بمثل جزء كبير صحيح ما عنده تفويض انتخابي يعني إذا كان إذا كان مثلا أبنى أبنى الشرق يفتكروا أنه والله يا أخي المركز المركزة مصر الوسط المركز ده هم يستوصل يعني استأثر بالسلطة أبنى دارفور يفتكرونهم المركز استأثر بالسلطة يعني هاتف الوسط دين يعني غير يزال السؤال يعني يدي دين كلهم حي يغاتلوا منهم ما يبقى دين المركز يعطوا بكي في السلطة يعني يبقى معناها معناها القضية أصبحت صراعات صراعات على أشخاص وليس على وطن لا لا بالعكس لأنه الوسط دزات ووسط دزات وخشم بيوت يعني الوسط خرطوم وسط الجزيرة وسط يعني إذا كما شاهدون القصة دي خلاص هتضعف الفكرة بتاعتين والله مثلا من توسع دائرة الصراع فبالتالي أضعفت دائرة السيطرة بالتالي أضعفت دائرة نحن نعلم في النهاية كل الحركات المطلبية دائرة تضعف قوة القبضة المركزية السودان ده بلد متنوع متعدد وكبير جدا ما ينفع فيه حكم مركزي يعني حكم الفيدرالي مناسب ما احنا قلنا بادة ونغشبعة في المؤتمر الدستوري نعم لا لا هو حتى الآن الوضع حاليا حاليا الوضع حدالي حاليا الوضع حدالي الآن من تضعف الدولة نعم من تضعف للحكومة نعم أو الدولة التي تتعامل مع المركزين أضعفتها نعم بيتأريد معنا أنا ما يتعشان أنا ما بضعف الدولة بضعف مركزية القبضة المركزية للطولة بتوزيع أنه الصلاحيات دي على الأطراف على المحليات على الولايات ده المطلوب المركز ده نحن نتكلم عن المركز المركز دي ما صار بقي بس من خطون ده استباقية ما ده كلام يجي بي ده خطوة استباقية انت استبقت الاحداث استبقت التفاصيل لا ما استبقتها لأنه أساسا الحكم الفيدرالي اللا مركزي ده موجود الآن الدولة دي دولة لا فيدرالية الدولة اللا مركزية الحكم فيها فيها ولايات يعني نحن دي ممكن نبني عليها ونزيد عليها عبر المطاولة الدستوري نسبتها في في المطاولة الدستوري لكن ما نتراجع عنها الأغالي مدي موجودة من زمن نميري ما من الليلة ولا أمس يعني الدولة دي مشت للطريقة اللا مركزية من فترة طويلة جدا وماشى وكل ما مشت أكثر في الاتجاه اللا مركزي في ظرفك السودان مناسب جدا لأنه بلد شاسع ما ينفع فيه لو الآن الدولة يعني لو الآن الدولة عملت استفتة للمساعرات دي فيه لقالب تتكر هل هل المساعرات دي بتلقي دعمي شعبي والله شوف وده سواء الوصف مهم جدا الاستفتة الحقيقة في الانتخابات طبعا الحياة دي كلها تعمل لا استفتة قبل الانتخابات تصليل الآن الحكومة الموجودة في جوبة دي تعمل سفتة او ابناء دارفور ان الله يا اخوان احنا دارين نوقع اتفاق مع ابناء الحركات دلت قضاياكم من ترىكم شو والله هو شوف تتكر هل هل كل ابناء دارفور طجمة جدا هو شوف وطبعا انا اتفق معك انه ما كل ابناء دارفور تجيزوا من الحركات او كلهم ما يدين الحركات لكن على حسب انا معرفتي انه الغالبية العزمة بتجت نفسه ما الطرح بتاع الحركات حتى لو ما موجودة فيه او تأييد حتى العمل المسلح لكن بتجي انه الطرح بتاع ابناء دارفور انه قضايا التنمية وقضايا المشاركة السياسية وغيرها هي الطرح بتاعه فانا اعتقد انه في تمثيل من هذه الحركات لهذه الجماهير حتى بدون تفوض انتخابي لكن الكلام دي في نهاية الامر بعد نهاية الفترة الانتقالية والحكومة اللي بيتيجي عبر الانتخابات صندوق الاقتراح هيقول كلمته تكون احزاب مدنية انت وقعتوا بذكر التفاوم بينكم بين حركات دياج تحرير السودان نعم نعم القيمة بتاعت المذكرة وهل هي بتخدم قضية السلام حقيقة بتخدم كبير جدا والحقيقة طبعا زمان الناس بيتكلم عن انه الحركات دي بتنشقة دايما وهو حركات ما موحدة نحنا قدينا مثل في انه الحركات ممكن تتوحد كوي النقطة التانية برضو يعني في كان كلام عن انه في حركات حملة للسلاح وفي حركات موقعة وبنات في حركات سياسية طرحة سياسية نعم يعني بس طرف نقيق ديل خلاص خشوا جوا وديل برة الكلام ده برضو المذكرة دي اكدت تماما انه قوى الكفاح المسلح سواء وقعت ولا ما وقعت منطلقة من ارضية واحدة ومنطلقة اتفقت على ليش بالمذكرة دي شنو النقاط الأساسية كانت في المذكرة والله يشوف اتفقنا والحاجة انه لازم كل قوى الكفاح المسلح دي تتوحد بناتها وده ما نحن الاثنين برانا كل القوى والحمد لله بعد ما وقعتنا المذكرة بدت خطوات اتفقنا انه برضو اولوي القضايا النازحين واللاجيين هي القضايا المفروض تتحلى في اقرب فرصة ممكنة حتى الناس القاعدوا كم طعشر سنة في المعسكرات يرجعوا اتفقنا انه نمشي قدام يعني حتى نحن ماشيين في اتجاه انه ممكن نكون في واحدة الاندماجية بيناتنا وفي لجان هسي شغالة في هذا الاتجاح وممكن تكون في حتى حتى خير حتى الاحزاب السياسية السودانية كثيرة والحركات كلها تتوحد في اجسام وتشتغل للمرحلة الانتخابية القادمة نحن خاتين عيننا صوبا لعملية انتخابية بنفتكر انه دي فترة انتقالية يمكن ان نثبت فيها اسس الدولة وبعد ذلك الناس تقدر تمشي للعملية انتخابية في الانتخابات طيب ما حدث في ولاد غربي درفور الاحداث الاخيرة نعم بين المساليت هذه القضية يعني زي خطة خطة حمر كبير جدا واستفهم كبير جدا كده انه من تغيمك لهذه القضية تغيمك الشخصي والله اشوف انا في البداية والحاجة اترحم على كل الناس اللي توفعوا هذه الاحداث الموسمة هي بدت طبعا بحادث فردي معزول ما بين الاشخاص قدر الله انهم يكونوا من جهتين مختلفات الاحتقان الحاصل في انه اي زول بينظر للجبيلة كهوية اولى كلام الجبيل قلته انا المخاوف انا طرحت انا دوعا قصدت ادعم كلامي بالقضية نعم يعني هو طبعا الحاجة دي حاجات اكتر من 20 سنة من الصراع المسلح احتقانات موجودة انا قد تكلمت عن انه تاريخيا ما كان في مشكلة كله كله بين المكونات دي والتاريخ يشهد على ذلك لكن الاستغلال السياسي العملية في الفترة الاخيرة دي خلقت الاحتقانات وبرضو باكتلينا تاني نقطة اساسية جدا في هذا الامر الهناي انه الدولة لازم يعني تفرض هيبتها بنزع السلاح وايضا القصة بتاعت انه هيكلت القوات المسلحة السودانية بما بما يضمن برضو التنوع بتاعها وايضا انتشار اي لكن موش الحكومة استغلت نزعة السلاح نجحت في نزعة السلاح ما كملته ما كملته للنهاية لسه هناك سلاح في المواطنين وبالضرورة انه السلاح يتنزع من كل المواطنين وبين كل الجهات يعني العملية كانت ماشية ووقفت خطوات انا في تكري انها كانت ممتازة جدا لكنه لازم تستمر هذه الخطوات وايضا هيكلة بتاعت الجيش السوداني مهمة جدا في انه لازم ياخد شكله قوي لكن السلاح تنزع كيف تنزع معروف بالوسط العمد الإدارات الأهلية بالمناطق بالتفتيش لكن ما فينا سرفضت تسلم السلاح يعني هي الاسل مع السلاح هذه ما رفضت رفضت هل بغنيعة الآن البغنيعة الآن تسلم السلاح رفضت الدولة الآن كلها متجهة وهم بيفتكروا انهم في بعض الناس بيفتكروا انه أقرب للدولة الآن الدولة كلها على مسافة واحدة من كل الناس قصة بتاعت ميليشيات تشجيش بعض الميليشيات معظمين الآن تاني مطروحة الطريق بتاع انه برضو القوات المسلحة السودانية حتى تدمج عدد كبير جدا من هذه القوات مع بعضها البعض فحتى بعد دقما يكون في مكون منفرد بالشكل أو بآخر ممكن يستخدم السلاح لمقارف قبلية طيب إذا سلمني أنه يعني في غربي دارفور أو في دارفور الصراع في منطقه تغييبك للصراع الحصول في البحر الأحمر والله برضو هو نفس الشي الصراع النفس القبلي ما هو السودان ده هش وعشان كده نحن نتكلم عن لازم أنه السلطة دي لازم تتوزع على الأطراف أقل حاجة بيتفجر الانفجارات بين الناس سكان أراضي أصليين بين الناس نازحين بين قبيلة كبيرة بين قبيلة صغيرة فالدور بتاع الدولة في إنها تليف على مسافة واحدة المكهشها كلها مكدورة عليها لكن دائرة الدولة تفرض في هيبتها بما يجعل إنها تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف الجوبة كوسيط أنت متفق عليها؟ والله يجب طبعا نسجون في السودان ده الناس هنا وأخواننا وهم برضو من الناس العارفين بالدليل لكن من يجب كدموا الضمانات الإمكانية لا حد الآن ماشين كويس لكن برضو الحمد لله وأخواننا برضو فتاشات دخلوا في لحظة العملية في الأيان الأخيرة فماذا نسجدوا حمش؟ دخلوا في ناس تاشات برضو دخلوا وأخواننا برضو لجوان الثانية مصير هنا الأسوبيا كلهم يدخلوا في هذه العملية ونعتقد أنه حتى الأشياء في الخليج برضو دورهم مطلوب جداً في هذه العملية لأنه تحتاج أيضاً لدعم طيب إذا مشينا في التجاه أنه النازحين واللعيين تفتكر كيف الطريق المسلع لتسكينهم وليعودتهم أول حاجة استثابة السلام والأمن يعني النازح هنا وأن يرجع قريته وأن يرجع فريقه ما يفيده البكتاء على طريق لا يفيده المسلح أول حاجة بالعملية بتاع النازع السلاح بدمج قوات الحركة في القوات المسلحة ثاني في أنه توفر لي أستشياء ضرورية للحياة من مياه ومراكز صحية يعني بون تحتية تقدر تمشي حاله هذه شروط أساسية وبسيطة جداً يمكن أن تحل المشكلة أنت لما قحت الدوحة المانحين القصري ما تبنوها المياه فاصيل والله بدت في جهود بدت في هذا الاتجاه هل بدت المشروعات فعلا؟ نعم بدت في مشروعات بدت توقفت ولا ما زالت؟ الآن ذات الحال ما معروفة يعني اتفاقات الموقع سابقاً قبل أن تكونت واحد من محاورك برضو ما معروفة سي موقفة شنو الحكومة الجديدة ما بدت فيها صحيف الوسط أعين بدت جائل المحور دانا يعني في أنه توزا تكون كحي يعني سلسيت الآن نهار نهار أنت جيد تابعي لحركة ميناوي بعدين شاركت في الدولة في جهاز التنفيذي كوزير الدولة في وزارة السيادية ومن ثم انتقلت لحركة أخرى كويس والآن تخرج جهاز التنفيذي طبعاً بحكمة تغيير الحصل فموقف الحكومة الآن منكم هل تتعامل معاكم الآن كحركات مسلحة اتعمل لكم كاملها دار فورسا اتعمل معاكم والله يشوف برضو نفس الحتة المكون العسكري فاهي من القصة يكتر بمكون المدني المكون المدني وليت الله يصين ساهم القصة المكون المدني المكون المدني الحرية تغيير يفتكروا ديل تبع نظام سابق وكلامنا ما صحيح الدولة العميقة ايه كلامنا ما صحيح نحن فينا السلاح ضد حكومة الإنقاذ إذا في هناي وغشياته الغصر وقعاته يعني وناسنا ماتوا ناتوا بالآلاف في طريق هذا الأمر ونما نوقعنا عشان الدمدد أن نوقف ووقعناه يعني ما في ذول يقدر يمين علينا ولا يزاية علينا في نضالاتنا الغريب أنه أخواننا في المكون العسكري يفاهمين أنه ياخذ السلامنا ما بتجزأ دار تعمل سلام جديد ما لم يكون السلام القديم ثابت فما بتجد تعمل سلام جديد لكن بعض الناس بيفتكروا أنه نقبل الحيات كلها في المكبة النافيات وده ما بحل ده بيتكرر المشكلة نحن دارين سلام شامل قصور سياسي نعم قصور في النظر السياسي أستاذ النهار يعني إذا قلناك دارين رشيدة لكيفية توحيد قوة الكفاحة المسلحة القصة دي السهلة والله صعبة لأنها برضو دي مشكلة والله إذا صفت النواية ما صعبة لا الكلام لا ما صفت النواية ما مشكلة نحن نحن سيئة حركة تحرير السودان والعادل المساواة كنا على طرفين نقاط وهم كانوا حاملين السلاح بره ونحن كنا وقعنا هنا ورضو بتقديراتنا وهم بتقديراتهم لكن الآن ما عايشين في الخطوات إنه ممكن نتوحد قريب جدا في حركة واحدة فده بيقول لك إنه ما في مسافة بيناتهم لأنه البرامج والأشياء نحن انطلقنا منها وقدمنا أرتال الشهدتين لهذه القضايا دي صالحة حتى الآن الحاجات الشخصية البسيطة دي اتعلمنا تخلي كلنا في الحركات المسلحة من العوام الطويلة والمصرعات الطويلة ومن سياسة فرق تسوت ومن غيره فالآن ما أعتقد إنه إذا حصلت النواية ما أظن يكون فيه إشكال كبير جدا إنه هذه الحركات تتوحب طيب إنت كنت جزء من مكون الدولة السابقة أنا أتكلم عن ملف الاقتصاد بما يخص المناطق الحرب في تقديرك هل كانت الدولة السابقة عندها الحسنانية على الأقل في إنها تمنح هذه المناطق قوة اقتصادية ولا وايهات موايهات الدولة مشكلة اقتصادية يعني برضها الحرب يمتضعف كانت الدولة والله صحي هو أشوف بعد يعني برضه عشان حكوا بقول شي على شكله الحقيقي نعم نعم وهو شوف بعد 2011 بعد انفصال جنوب السودان الدولة كانت فيه أزمة كبيرة جدا حصل ضحف نعم برغم ذلك كان فيه جهود من الحكومة السودانية وأتكلم عن النظام صاحب أقول إن صاف حقا أنا أتكلم لما ينتظر فيه جهاز التنفيذ أنا أقصد السؤال لك شهد شهد عن العصر نعم بتكلم عن حكومة سودانية يعني كانت رغم صعوبات فيه خطوات صحيح فيه بخطوات بدت يعني في بعض المشاريع حتى نحن يعني كحرية العدل المساواة كنا بنرى إنه في السلطة الإقليمية اللي نتحلت بنرى إنه كانت أوليات ما مرتبة ما بانغ ما كافية كغيره لكن إذا اتكلمنا إجمالا كان فيه جهود كان فيه جهود لأنه في نهاية الأمر هو ده جهود من الدولة السودانية تجاه معاطنين سودانيين أي كان ألوانهم السياسية سواء حكومة أو معارضها فأنا أعتقد إنه الخطوات دي مرضى مفترض تستمر الآن والجهود السابقة لأنه الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية من 2011 و جاي بيجت خانقة كل يوم بتخنيك بتخنيك لحد ما خنقت خاصة إنه أزمة اقتصادية عالمية يعني ده بيجت تيار عالمي طيب إذا أخذنا الكلام ده وقمنا لخصنا الحلقة في فكرة بسيطة إذن إنه لماذا لا تأتي الحركات المسلحة إلى الخرطوم للمشاركة والمشاركة هنا مفتوحة لها كويس في فترة انتقالية ماذا فيه حزاب كبيرة جدا زي حزب الأمة زي حزب الاتحادي كويس زي الحزب الشوعي مثلا دي حزاب قاعدة مضفرية ما دخلت للعملية السياسية ما دخلت بإختيارة ديد ما دخلت بإختيارة لكن داخلة بكرة خلاص لماذا لا تأتي حركات المسلحة لا تأتي حركات المسلحة وتشارك في بناء العملي السياسية وتشارك في بناء الدولة كيف؟ لماذا يقدمون السبيت عشرين لكي يقولون لهم؟ خاصة أن السلام أصبح مطلب الشحبي جماعي ريكي وأن كلهم تبقى على السلام لكن من الحكم؟ الحكم من الحكم يكون جزء من تنفيذ الحجات ومن أجلها يحكمون أسقحت برامهم وعندهم تفيضهم من أين جاء هناك عبارة كنت قلت تلك هذه عبارة إضافة لحركات المسلحة كيف؟ لا أجلنا جزء منهم هم ذاته لازم أنا أتكلم عنه نعم، هم أتكلم عن هذا الحركات المسلحة لأن هناك إشكاليات في المشاركة السياسية وفي التنمية في الدولة المشاركة السياسية دل كما أخواننا في قحة دل هم الآن يشكلون في الحكومة المركزية وفي مجال السلولية يمكنهم في الأشياء دل هذه الحركات يكون جزء من هذه الأريا الحركات تقول إن قحة دل قوة الحرية والتغير جزء مننا نحن دل مولود وأخصهم أخصهم كيف؟ أخصهم، شكلوا الحكومة بدون ما يشاورون شكلوا مجلس الوزراء بدون ما يشاورون ماشين دارية شكلوا مجلس الوزراء بدون ما يشاورون وهم مجلس أساسي هم بل راس الرمح في هذه العملية فمن حق هذه الحركات إنها تشارك تقعد في العملية السياسية تفتكر الآن أن الحكومة الموجودة في القرطوم وحكومة قوة الحرية والتغيير الموجودة في القرطوم هي حكومة إخصائية نعم مارس نفس ما مارسته حكومة تلينغاس بل أسوأ حتى في بعض الأشياء فعشان كده هم ما ملن منهم زوليجي يقولهم تعالوا يشتغلوا في شغل السياسي حيشتغلوا فيه خلس سياسي لكن برضه لازم يكون الجزء من تنفيذ هذه سواء على مجلس السيادة سواء في الحكومة الاتحادية سواء على مستوى الولايات أو مجلس التشريعي من حقهم تفتكر ضحف الدولة يعني ضحف الدولة المركزية ما بيخلي عملية السلام لا تكتمل الدولة المركزية يعني دولة لما تكون قوية بيتخلي التفاقية قوية بالتالي أمورها واضحة بالتالي كل البنود تتفق عليها تنفس من تضعف الدولة المركزية أنا تخلي المزادي بتضعف عملية السلام بالعكس سلام ده عشان يتم ما هو توزيع لفرص المشاركة السياسية توزيع المشاركة السياسية معناها أنت تفك القبض الحديدية بتاعت المركز وتوزيع على الأطراف عشان تكون الدولة قوية بمشاركة كل الأطراف بمشاركة كل المستويات فيها لو ما كده ما الدولة المرتقة قوية قوية بس قابضة مركزية قبضة مركزية حديدية في المركز وأطراف متشتتة ما أظن أن نكون في صلاح الدولة السودانية إذا الآن يا أصد نهار إذا الآن تم تعيينك حاكما على دولفور الكبرى أهم القرارات التي تعملها لبناء سلامك ما هي؟ أول حاجة لازم شوف السلاح ده لو ما تشال مشكلة تمام ده نقطة أولى ستسيره بقوة الدولة ومشهر؟ بقوة الدولة والبليد هي أحسن؟ كله تأخذ بقوة الدولة وعدال بقوة أحسن نعم تأجي تعمل لازم تكون فيه لجام عدالة ومصالحة النازل كلهم يقوطوا مع بعض كل القبائل الموجودة في دارفور يواجهوا بعض في الحاجات التي حصلت في الماضي وفيه أمثلة كثيرة التي حصلت في الدول كثيرة جدا بعد ذلك يمكن أن يمشي لجدها الأشياء الثانية بتاعت التنمية إذا فيه مصالح حقيقية ما بين المكونات المجتمع إذا فيه أمن حقيقي الحاجات الثانية بتاعت الخدمات والتنمية حتجي براها بتحتاج بتدعو لي؟ يعني مثلا مراتنا بحيش أنه أزمة دارفور لقوانين داخلية خاصة به الإدارة الاهلية مشكلتها خلال فترة الثلاثين أي نعم دحفت لكن ما مشكلة أنا برجح تالي إدارة الاهلية محتاجة لقوانين خاصة به القوانين قيمتها في إنها قادرة تتعامل معي سان المكان أوسي الإدارة الاهلية بيقيت اسم سائي يعني الإدارة الاهلية زمان في فترة كلهم عضاء في المؤتمر الوطني الآن ما عارفون المؤتمر السماء ما قاعد أي نعم دائري إدارة أهلية أي ودائرين إدارة أهلية نابعة من القواعد الإدارة أهلية إحترام زمان في شنو لأنها هي نابعة من القواعد لأنه دون تجربة الميسيرية ودين كانوك أي نعم السلام الاجتماعي الحصل بين القبيلتين نعم ولكن ممكن يعمل لها الدولة كاملة بين بابون مير ودين مايوك نعم هذا تاجع عن شنو تاجع عن قوانين داخلية للقبيلتين وبدت من تحت لا أفرض أن يفوك في حقيقة الناس تجربة الدين كنغوك والمسائرية تبدأ من تحت يبقى الآن محتاجين لقوانين داخلية بإدارات أهلية جديدة هي قوانين ديما موجودة عراف موجودة على مئات السنين لما تتطور إحسن لا تطور تفعل ويحضوا حقهم السودان يحضر إداراته الأهلية لكن إداراته الأهلية تكون مبعدة من السياسة لأن الإدارة الأهلية يحكم الشويع والأخو المسلم وبتاع الحركات والمستقيل كلهم يكونوا تحت إداراته الأهلية أنا شكرا لك الأستاذ نهار عثمان نهار شكرا للمين سياسي الحركة العدوم السواء شكرا لك كالترخير كثير وأفتكر أن الإجابات كانت صادقة جدا وطبعا لا يعلم الأخوان المشاهدين أنه في علاقة الصداقة مالسا عمناها مواروض نتصدي فيه مع الأخائمات وعشان كده سهلت لنا في أن القصة دي تمش بسلاسة بتأكيد إذن عايزة المشاهدة الكريم اللي كان حقلتنا اليوم في حوار آخر لحد ما نتقابل في حلقة قادمة زيادة التحياتي وتحية الفريغ العامل السلام عليكم ورحمة الله